تترقب اللجنة الفنية بالاسماعيل برئاسة علي أبو جريشا وعضوية عماد سليمان قرار اتحاد القرى الرسمي السماح لللاعبين الجدد المحليين والأجانب الذين استخدموهم بعد جهود مضنية لقيدهم بالقائمة الإضافية الصيفية لقلعة الدرويش قبل غلق أبوابها يوم 17 أكتوبر الجاري وكان إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي تجاهل سداد الغرامة التي صدقت عليها المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم المتعلقة بقضية اللاعب إبراهيم حسن وقدرها 25 مليون جنيه شاملة أتعاب المحامى والفوائد الأمر الذي دفع الجبريا لتوجيه أكثر من إنذار إليه وضرورة دفع العقوبة لأصحابها أو إيقاف تسجيل العناصر الجديدة بالقائمة المحلية للموسم 2021-2022 ولكي يخلي رئيس الإسماعيلي مسؤولياته نحو مشكلة النجوم التي تسبب فيها منفردا بخطأ إداري فادح راح يعقد اجتماعا مع زملائه بمكتبه بالقاهرة الأسبوع الماضي وأخبارهم تنازله عن نصف دينه لدى النادي البالغ إجماليه 50 مليون جنيه لمنحه للشاكين رغم إدراكه أن خزينة الدرويش خاوية ولا يوجد بها مليم واحد وللأسف يظل هذا الملف الساخن معلق لحين إشعار آخر حيث لم يطرق عليه حتى الآن أي متغيرات سوى محاولات يبذلها بعض وسطاء الخير لحل الأزمة بالطراضي وتقصيد المستحقات الواجبة للمستقبل على دفعات